سميتها بالروح والريحاني في نظم أسمى ربنا الرحمن والروح ترج فضل من يحصيها خالقها خلاقها بريها رحمك يا حسيب يا مقدم مؤخر ديال أنت الحكام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن واله ما زال سياق الكلام عن أسماء الله الحسنى هذه الأسماء التي تعرفنا بالله سبحانه وتعالى وتقربنا إليه ومن الأسماء التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله المقدم واسم الله المؤخر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة وكان بين التشهد والتسليم يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر ولا حول ولا قوة إلا بك المقدم والمؤخر يقول أهل العلم هو الذي ينزل الأشياء منازلها فيقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء بحكمته سبحانه وتعالى ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى يقدم الطائع بفضله ورحمته ويؤخر العاصي بعدله سبحانه وتعالى والإنسان إذا تعرف إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الإسمين الكريمين يعلم أن ما رفعه الله وما قدمه الله سبحانه وتعالى فهو بحكمة منه سبحانه وتعالى وما أخره سبحانه وتعالى هو بعدل إذا فاته شيء من الدنيا أو فاته أمر من الأمور فليعلم أنه بإرادة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى الذي يعلم ما يصلح هذا العبد وما فيه فلاحه له في الدنيا وفي الآخرة ومن أسمائه سبحانه وتعالى اسم الله الحكم كان رجل يكنى بأبي الحكم فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله هو الحكم وإليه يرجع الحكم سبحانه وتعالى فسأله عن سبب التسمي بهذا الإسم وقال له إن الناس يتحكمون إليه فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكنى بأكبر أسماء أبنائه صلى الله عليه وسلم هذا الإسم العظيم اسم الله الحكم أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم له الحكم القدري والكوني سبحانه وتعالى فلا يقع في الكون شيء إلا ما حكم الله سبحانه وتعالى وما قدره سبحانه وتعالى له الحكم الشرعي فالحلال ما أحله الله سبحانه وتعالى والحراب ما حرمه سبحانه وتعالى ولذلك لا يجوز لأحد أن يحرم على الناس ما أحل الله وأن يحلل للناس ما حرمه الله سبحانه وتعالى كذلك هذا الاسم وهذا المعنى المتضمن لهذا الاسم الكريم يحمل العباد على التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى شرعه سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وعاب الله سبحانه وتعالى على من تنكب حكمه وشرعه وذهب إلى حكم الجاهلية فقال سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما وحذر سبحانه وتعالى من التحاكم إلى غيره سبحانه وتعالى فقال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون ومن أسمائه سبحانه وتعالى اسم الله الديان جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحشر العباد ويجمعهم سبحانه وتعالى ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب سبحانه وتعالى فيقول الله عز وجل أنا الملك أنا الديان سبحانه وتعالى الديان هو القاهر على عباده سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بينهم هو الذي يجازي المحسن بالإحسان ويجازي المسيء سبحانه وتعالى بعدله سبحانه وتعالى هذا الاسم يحمر العباد على أن يحاسبوا أمفسهم في هذه الدنيا وعلى أن لا يقع منهم إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل سيجازيهم به يوم القيامة هذا الاسم الكريم يحمل المظلوم على أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستنصر بالله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل سينصفه من الظالم يوم القيامة سبحانه وتعالى عند الله عز وجل تجتمع الخصوم فيتعلق العباد بهذا الرب الرحيم الحكيم الديان سبحانه وتعالى الذي بيده الأمور كلها أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين سميتها بالروح والريحان في نظم أسمى ربنا الرحمن والروح ترج فضل من يحصيها خالقها خلاقها بريها فتاح يا مقيت إنك الحليم هو الحي وهو الستير الغافر الغفار والغفور عفو يا تواب يا شكور ودود يا شاكر يا نصير رحمك يا حسيب يا مقدم مؤخر ديال أنت الحكم ترجمة نانسي قنقر